أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واطع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل فتكون الجبان كالعهل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يبد المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤفيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لزوى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزغاجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى ضراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم عهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا طبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أي طمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوطين فذرهم يخوزوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداس صراعا كأنهم إلى نسب يوفزون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون